الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقوذ المسنف رحمه الله تعالى باب الأذان أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً ومباركاً فيك كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لسلك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رب الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان الله يمدين سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزن علم ونسلك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسجيد والقبول في القول والعلم والعمل اللهم رب جبريلا وميكيلة وإسرافيل فاطر السماوات وأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاءه إلا صلاة المستقيم قد رحمه الله تعالى باب الأذان عن ناس بالمالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويشفع الإقامة هذا هو الباب الثاني أو الثالث من كتاب الصلاة وهو يتعلق بالأذان إن الشيخ تكلم فيما سبق عن فيما سبق عن فضل صلاة الجماعة وجوبها طبعا قدمها عدل الأذان لأنها تسبق من حيث أن المسلم اتهيأ للصلاة ليذهب إلى المسجد وإلا الأصل أن الأذان يقدم باعتبار أن الصلاة تكون بعد الأذان لكن هنا ذكر الجماعة ليس لساة الجماعة إنما لأنها لأن من أراد أن يصلي الجماعة يتهيأ وغالبا تهيأته مع الأذان وقبل الأذان لكن مهما كان يبقى لم يحن وقت الصلاة ذكر هنا الشيخ باب الأذان وذكر فيه أربعة أحاديث قال باب الأذان الأذان في اللغة من أذن وهذا تأتي بمعنى استمع ومنه ما جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء أو لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقراءة بالقرآن حسن الصوت بالقرآن أن يجهر به هذا نبي معنا استمع يستمع الله إلى يعني من أحب ما يستمع عليه ربنا عز وجل هو أن يكون نبي حسن الصوت يجهر بالقراءة المقصود هو ببعنى أذن ببعنى استمع و يضفيق الله عز وجل ومنهم الذين يؤذون رسول الله ومنهم الذين يؤذون رسول الله ومنهم الذين يؤذون رسول الله ويقول هو أذن أذن ببعنى يستمع سماع يعني والأذن ببعنى الإعلام والأذان ببعنى الإعلام ومنه الله عز وجل وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر بمعنى إعلام والآذان في الاصطلاح هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة إعلام بدخول الصلاة بألفاظ مخصوصة ونستطيع أن نقول ذلك وبهيئة مخصوصة لأن المؤذن له هيئة سيتي معنا هيئة الأذان المؤذن يكون على هيئة معينة حينما يؤذن وإن كان كثير من الهيئة مستحب قد لا يكون واجبا لكن مهما كان يبقى المؤذن حين يؤذن يكون على هيئة معينة ولهذا يحسن نقول هو إعلام بدخول الوقت أو بدخول وقت الصلاة أو الفريضة بألفاظ مخصوصة وبهيئة مخصوصة والأذان اختلف في حكمه فقيل سنة وقيل فرض على الكفاية وهذا أقرم وإلا أكثر جمهوري قلنا سنة ونقول الثاني أنه فرض على الكفاية بمعنى إذا قام به من يكفي سقط لهم عن الباقين والأذان من شعائر الإسلام الظاهرة ولعلنا قبل نتكلم عن الأذان باعتباره شعيرة نتكلم عن حكمته وعن يعني هذا هذا الفضل الذي يدل الله عز وجل عليه هذه الأمة طبعاً هو شريعة في السنة الأولى من الهجرة شريعة في السنة الأولى من الهجرة وذلك أن لما هاجر النبي طبعاً كانوا صلوه في مكة الصلاة فرضت فرضت في مكة تقريباً قبل الهجرة بثالث سنوات أو ما يقارب ذلك فكانوا صلوه لكن لأنه لم يشرع فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وبنى المسجد صار صاروا يأتون الصلاة لكن لا يعني لا شيء يجمعهم بمعنى يدل على أنهم قد يجتمعوا ف بالفعل فكروا أن يعني يعني يأتون بشيء يتفقون عليه حتى يحفظ الوقت ويجتمعوا في وقت معين ويصلون فجرته دولات فقال بعضهم نستعمل النقوس نقوس النصارى قال له هذا النصارى ونستعمل البوق بوق اليهود فلا يزد في ذلك حتى رأى عبد الله بن زيد الرؤية ورأى هذا العمر وذلك أن عبد الله زيد وهو نايم جاءه يعني رأي فقال ما شعره قبل أن نتداول في شيء يجب عمل الصلاة فألقى عليه الأذان في الرؤية فذهب عبد الله زيد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رؤية حق ألقي على بلال فإنه أندى صفتا منح ذلك فلما سمع عمر بالأذان قال يا رسول لقد رأيت ما رأى فأيضا قال الحمد لله هذا يعني تأيد لا شيء طبعا أن الحكم ليس من الرؤية رؤية لا إنما من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها صلى الله عليه وسلم لها وإذا الرؤى الرؤى ما ما الرؤى ما يبنى عليه أحكام ولك صادقة إنما هي بشرى لكن ما يبنى عليه أحكام يعني حينما ترى رؤية مثلا ويقول لك يا فلان اذهب إلى المكان الفلان ستجي فيه خمسين ألف ريال وذهب فوجدتها لا تحل لك ولو رأيتها في الرؤية لأن الرؤية ما يبنى عليه أحكام أو رؤية قال ترى فلان أخوك من الرضاعة أو أختك من الرضاعة أو أمك من الرضاعة ما يبنى عليه ما يقبل فالمقصود أن أن شرعة الأذان ليس بسبب الرؤية إن بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له أقرها ذره حق وأقرها وهذا الأذان العجيب الذي هدى الله له هذه الأمة يتكلم من كلمة يتكوى من جول العجيبة وجميلة فيه التوحيد وفيه لحكة وفيه المعاد وتعظيم الله عز وجل فالتكبير طبعا فيه الله أكبر هذا تعظيم الله عز وجل وأدل على أسمائه وصفاته الشهادة الشهادة شهد الله إليها الله وشهد الله هذه هذا هو التوحيد بل هذا هو التوحيد الكامل ثم النذاء للفلاح وتعالفلاح يكون له في الآخرة يذل على المعاد يذل على اليوم الآخر ويختم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله فهو يكاد يكون يجمع أمور الإسلام العظام و من حينما تنظر في جمل الأذان طبعا هو أربع تكبيرات وأربع شهادات وأربع حيالات وتكبيرتين ولا إله لمفردة هذه هي جمع الأذان خمس عشر جملة أربع تكبيرات أربع شهادات أربع حيالات وتكبيرتين ولا إله إلا الله من حكمة تشجيع الأذان أولا أنه إظهار شعار الإسلام وهذه سأتكلم عنها بالتفصيل فهذا يعني هي يعني حينما تنظر مثلا لو حاولت تقارنها مثلا بنقوس النصارى أو ببوق اليهود أو حتى بأي نوع من الدعاية لعبادة ما هذا لا هذا هذا دعاء للدين كله كلمات لها لها روحها ولا معانيها ولا عمقها ولها يعني في ألفاظها وفي معانيها فبل بل هي كما قلنا تمثل شعار الإسلام تمثل شعار الإسلام أيضا فيها إظهار التوحيد ونفي الشرك وهذه كما تعلمون هي القضية الأساسية في الدين كله يعني يعني بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو لإظهار التوحيد ونفي الشرك بل لا يقبل أي عمل من المسلم إلا إذا حقق توحيده وتبرى من الشرك أي عمل خيري أي عمل صلاح أو صلاح أو صدقات أو إحسان أو بر والدين أو أي أخلاق فاضي أخلاق عالية كل هذه ما تنفع إذا لم يحقق المسلم التوحيد فالتوحيد فالذان فيه جمع التوحيد ظاهرة سواء في الشهادتين أو في لا إله إلا الله الكلمة الأخيرة كذلك أيضا فيه الرسالة التي هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله في الشهادتين هذه بناء الإسلام كله أيضا كما قلنا فيه الإعلام بالبعث ويوم المعاد ويوم الآخر حينما تقول حي على الفلاح المراد الفلاح الأكبر متى وفلح الآخرة فالأذان يدعوك إلى طريق الفلاح بمعنى أن تفلح في الآخرة فبمعنى أن هناك يوما آخرا هو الذي يكون فيه الفلاح الأول خسرا إذا جمل الأذان تتضمن الاشترا إلى اليوم الآخر أيضا فيه حكمة الأخرى جميلة وهي الدأوة للاجتماع الأذان يقول المؤذن حينما ينادي ويقول يجتمع هو دعوة إلى الجماعة ودعوة إلى الوحدة الإسلامية وإلى وحدة البلد وحدة الحار وحدة الحي وحدة المسلمين بكل المجتمعات التي أشرنا إليها حينما تكلم عن الصلاة الجماعة جماعة الحي جماعة الجمعة جماعة العيد جماعة الحج الأكبر فالمؤذن أو الأذان دعوة إلى الجماعة وإلى أن يحرص المسلمون على اجتماع كلمتهم تقريباً هذه هي الحكم الكبار من مسلوحية الأذان نأتي إلى قولنا إنه شعيرة من شعائر الإسلام ولا لنأشرنا بلا مسلم في بعض الأجوبة على أهمية أن يظهر المسلمون شعائر دينهم وأن الإسلام أتى بشعائر وطلباً من المسلمين أن تظهر عليهم لماذا؟ ليتميزوا طبعاً التميز هذا ليس معنى استعلاء وليس معنى إلغاء الآخرين أو استكبار أو 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 يعني عدم قبول الآخر كما يقال لا مقصده أن يتميز المسلمون بدينهم ويتميزون بما يحمله دينهم من الأخلاق ومن وهناك شعائر كثيرة هو مهمة أن تظهر الشعائر من أجل التوحيد التوحد والاجتماع حينما أن تكون في مسافر وفي غربة في بلد لا تعرف ولا تعرف تمشي في الطريق أو تجري مكان أو دخلت فندق أو دخلت تجمع أسوق ورأيت من يلبس مثل لباسك ما هو شعورك تجد تجد انجذاب إليه بشكل عجيب حينما ترى وأنت في غربة إنسان لبس لباسك أو عرفتها من هيئته أنه من بلدك أو من منطقتك أو من دينك هذا هذا حينما نقول شعار شعار بمعنى أن 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 حينما تراه تعرف أنه مسلم أما إذا ذهب ولا تعرفه لا تدريه مسلم وغير مسلم الإسلام لا يريد مننا هذا يريد مننا أن نتميز وقلنا لكم بلأمس حقيقة أن الحضارة العربية أدركت هذا وأدركت أهمية أن يتميزوا بل أن يفرضوا ثقافتهم وفرضوها بالفعل ومن خلال الإعلام من خلال التربية من خلال اتفاقة الدولية مهما كان حتى 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 في الدول التي استعمرت حينما استعمرها استطاع أن يسلخها من إلا من رحم الله من هويتها ما تسمونه الهوية هو الشعار هوية المسلم هوية المسلم بمعنى الذي يميزه عن غيره له هوية ولهذا الآن كلهم يفاخرون بالهوية الهوية الوطنية التراث الوطنية وهذا لا لا ليش كل فيه الإسلام يريد هوية الوطنية هو سماكم المسلمين فالشعائر هي التي تبقي المسلمين ظاهرين وهي التي تدل بعضهم على بعض اللحية من الشعار لعنى شرنا في أمس أو جزء ماضي أن حلقة اللحاء ما كان معروف أبدا إلا من كمية من خمس سنة لما جاءت الحضارة الزحيفة هذه وحلقة وكان حلقة لهاهم فقلدها من قلدها أبدا لا يعرف حلقة اللحاء في المسلمين أبدا قد يخففون منها نعم ذكر عن بعض اللحاء يخففون منها لكن حلقة لا تحلق ولا تعرف في التاريخ المسلمين أن اللحاء محلوق أبدا نعم غيرهم قد يقلق لهاهم لديانة الأخرى لكن مهما كان تبقى هي من الشعار المسلمين لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفوا الشوارب أعفوا لها خالفوا المسلكين خالفوا اليهود فالمخالفة ليظهر التميز لكن معلسف حتى تعرفون كيف إظمحل الشعار الآن إلى حد ما في كثير من ديار المسلمين إذا رؤي الملتحي قالوا هذا أما متدين ولا هذا مطوع ولا هذا متشدد ولا هذا حقيقة بل حتى حتى قد يتهم بأنه يعني ما وضع ذي اللحية ليصطال بها الناس هذا كله بسبب التزيف نعم لا شك طبعا وجود المخالفين وجود الذين يستغلون الزي هذا موجود وحينما حينما أحد يستغل الزي لا لا يعني أن أتنازل عن الزي لكن موجود بل حتى قبل قد يأتي كافر ويلتحي ويلبس لباسنا ليدخل يتجسس ويدخل كذا وجود كافر ملتحي أو لابس لباسنا لا يعني أن نتخلى عن لباسنا أو عن زينا فوجود المقصرين ووجود الذين يوظفون زينا لأمور مخالفة لا يعني أن نتنزع زينا أبدا أو عن شعارنا المقصود أن للمسلمين شعائر كثيرة من هالأذان وأثارت أمس ولعلي وكذلك هنا وهذا يعني فعلا خاصة حين يسأل عن زكاة الفطر وأن تؤدى قيمة هل يجع عنها القيمة طال مثال الخلافية ما هي ما هي مشكل قضية الخلاف واجتهاد فيها ما هي مشكلة لكن الكلام أنها شعار ولا ينبغي أن يتنازع المسلمون لكن إشكال حينما يأتي تسويغات غير دقيقة مثلا يقول الفقير إذا أعطيته الطعام فإنه يبيعه أو أنه يفعل به كذا أو أنه يحتال ويفعل كذا هو يتصرى فيه كما يشاء المهم ظهور الشعيرة أو يقول الفقير هو أحوج النقود من الطعام هذا غير مقبول لماذا غير مقبول هي صحن التعليل لكن غير مقبول لماذا غير مقبول لأن الفقير موجود في أحد أنه يصلم وما قال لا تعطوه طائم أعطوه فلوس حاجة الفقير في العهد النبوي للفلوس كحاجته في الوقت حاجة الفلوس وكان فقر بل أشد فقرا كان الفقر أكثر في عهد النبي من وقت الحاضر فلو كان لقى أعطوهم أو حتى خيرهم قال من شاء أن يخرج طعام فليخرج ومن شاء أن يخرج يقل فليخرج ما قال إنما فرض رسول الله صلى الله عن زكاة الفطري صعم من طعم الأخير على المسلمين الذكر والونثى والحر والعبد حتى الفقير يخرج طعام حتى الفقير مدام عنده زايد عن قط يومه يخرج وهو فقير لماذا دين المقصود الشعار مثل هو النضحية نضحية شعار كاثما يقول لا الفلوس اللضحية عطوا الفقراء ضيع الدماء هذا صحيح لا واشد منه اللي يقول للغنياء لا تتمروا الفلوس اللي تزرع للعمر عطيها فقير وليعطيها كذا وكذا وليعطيها اليتام وليعطيها فك فيها سجين أو مدين هذا صحيح حج العمر شعائر ويجب أن تظهر وغالبا غالبا الذي يصرف فلوس عمره غالبا محسن وعنده من الإمام أخرج نقودا لغير العمره ويعطي الفقراء ويتصدق أنا نتكلم عن الأغنياء أما الفقير الذي يحج ويجمع لا تتكلم عن هذا نتكلم عن الأغنياء الذي يقال لهم لا تعتمر الفلوس التي تصرف العمره واصرفه على هذا خير صحيح الغني غالبا الذي جاء للحج أو جاء العمره صرف شيئا كثيرا للفقراء وصرف شيئا كثيرا لوجوه الخير لو أنهم توجهوا للمسرفين والذين يتباهون يفخرون أما في الأعراس أو في الولائم أو حتى في أكل الفاخر من الطعام كان ما أقول يقول بعد تأكل اللحم كل يوم خلي يوم أعطي الفقراء هذا صحيح من نوع الترشيد أما تقول لا تعتمر وعطي فلوس العمر أعطيها محتاج حتى مهم صحيح لأن لو انتجرت هذه الدعوة أو لقت قبولا لا قلت شعائر المسلمين وضعف ضعفة الشعائر المقصود أن الأذان من شعائر المسلمين الظاهرة حتى قال العلماء أنه يقاتل أهل بلد تركوهما لذا وليقامه لو أن بلدا لم يؤذن وتعمد ترك الأذان وصر على تركه فإن الإمام يقاتله حتى يقيم الأذان وينقل لنا وسنة لنا شعار في أخواني علينا أن نتفهم معنى الشعائر ومعنى أن يظهر المسلمون متميزين في هويتهم في لباسهم في شعائرهم في كل ما وجههم إليه دينهم يتزنون بها ويظهرون بها ويتحلون بها لكن معنى أسف أنه حتى قللت أحيانا أن الزياء اللي شعي الإسلام خلوها زي وطني زي وطني لا بأس به ويحسب فعلا أن لا تمسخ الشعوب وتبقى على كياني ومحافظة على لباسها وزيها ما في شكال لكن لا يخرط بما كان إسلامي وما كان وطنيا المقصود أن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة وهو طبعا نختلف في جمله هم متفقون على أنه أربع الأولى الله أكبر الله أكبر هذا المتفق عليها أشهد أشهد أن لا إله الله وصول الله أيضا هي ثنتين وثنتين لكن فيها الترجيع الترجيع هو أن المؤدن يقول سرا أبينه أشهد دون الأذان التكبير أولا أربع وشهادة اللا إله لأثنتين وشهادة المحزن لأثنتين صار أربع صار كم ثمان حياة ثلاثة ثلاثتين حياة ثلاثتين صار أيضا أربع صار كم ثنعاش لا إله إلا الله خمس إذا قلنا بالترجيع وهي الشهادتين يقولها المؤذن سرا ثم يعلنها يصير زل أربع صار كم تسعة عشر جملة صار تسعة عشر جملة والأمر في هذا واسع ما مشكلة ولهذا الإمام أحمد يقول بل حتى قبل ما ينبغي أن يأتي بهذا وهذا أفيش كال وكل صحيح ثابتة في أذان بمحذور وذان بلال في الإقامة قد قمت الصلاة الإقامة عند الشافعي وأحمد أن التكبير الأوليين لسيت أربع والشاتين أيضا تصير أحد عشر جملة على ذان خمسة عشر جملة والإقامة أحد عشر جملة الله أقول الله أكبر أشهر الله أشهر رسول الله حياة صلاة قد قامت الصلاة ثانتين ولا إله لله واحد سير أحد عشر لأن تنتيم التكبير والشات تكون واحد واحد تكون عشر تكون تسع وأضفنا قد قامت الصلاة ثانتين صار أحد عشر عند الإمام مالك قد قامت الصلاة واحدة ولا أمر واسع أمر سواء أقام جعل أربع تكبيرات في الأولى أو كبر تكبيرتين الأمر واسع ولا ينبغي أن يختلف المسلمين في هذا إذن هذه هي جمل الأذان عن ناس بالمالك رضي الله عنه قال أمر بلال أمر يعني الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في الرواد أمر بلالا في الرواد قال أمر بلالا يعني أمر النبي بلالا بل حتى في بعض تصريح بالنبي قال أمر النبي صلى الله عنه بلالا فالمقصود أنه أن الآمر هو النبي صلى الله أن يشفع الأذان وأن يوتر ويوتر الإقامة الشفع الأذان بمعنى الشفع هو من قبل وتر الشفع يقابله هو الوتر المتر هو الفرد والشفع هو الزوج في أعداد فردية وأعداد زوجية يعني فردية وشفعية فيشفع الأذان بمعنى يكون التكبير أربعة والكلام أشهد فهو الكلام فقط في التكبير الأولى الأولى وكذلك الشهادتين بعد فإذا هذا هو أذان بلال لكن أبو محذوره لا كامل وهو أذان مكة في عهد النبي والصحابة أما لا نستوى الحمد لله وإن كي طبعا الحنفية يرون في الإقامة أنها كالأذان وهذا واسع يكبر أربعا في الإقامة ولا مرسهل يعني ما هو مشكلة أن يشفع الأذان يعني يجعل تكبيرات أربعة الأولى ويوتر الإقامة بمعنى يجعلها التتين الله يكون الله أكبر وفهم مالك رحمه الله من يوتر الإقامة بمعنى يقول قد قامت صلاة واحدة أن يوتر بينما المعروف أنها قد قامت الصلاة مرتين في الإقامة يقولها جملتين أو كلمتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة إذن هذا يعني معنى الحديث أمر بلال أن يشفع الأذان بمعنى يكون أربع ويوتر الإقامة بمعنى يتر الإقامة يعني يوتر التكبيرات في الإقامة معجلها تكبيرتين كيف يحييها الصلاة الفلاحة أيضا خليها واحدة في الإقامة وقلنا أيضا الترجيع وهو طبعا أن يقول المؤذن تشهد خاصة طبعا يقولها سرا ثم يقولها علنا وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذور في أدان مكة وقولنا لكم إن هذا الأمر فيه واسع والله علم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر